هل تتخيل كثرة الناس في كل مكان؟ هل تستطيع أن تحصي الأمم السابقة عبر كل زمان؟ إن هؤلاء جميعا سيحشرون في مكان واحد في يوم لا ريب فيه وهو يوم الحشر قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ففي ذلك اليوم العظيم يحشر الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما تمزقوا فيعرضون عليه صفا ويحكم فيهم بحكمه العادل الذي لا ظلم فيه حتى البهائم والوحوش تحشر يوم القيامة فعن أبي هريرة في قوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون قال يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترعبا فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترعبا ويحشر الناس مثل ما ولدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا أي غير مختونين قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال جميع ينظر بعضهم إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك ويكون الحشر على أرض غير هذه التي نعيش عليها قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحب القهار وعن سهل بن سعد قال سمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلمة دون الجسر أي الصراط ويحشر المتقون منعمين قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي حشر الوفود إلى الملوك فإن الوفود يكونون مكرمين بينما يحشر الكفار بصورة مهينة قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما قال رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتاده بلى وعزة ربنا